نحن كل يوم نمنح لأنفسنا عهود كل يوم نمنح لزوجاتنا لأمهاتنا لأبنائنا لجيراننا لأمنح لكل أحد عهد لكن لا أحد التزم بهذا العهد ألست أنا أدخل وأنت تدخل على مديرك في العمل في مكتب تقول السلام عليك سلام من لساني سلام من منطقي سلام من عقلي سلام إن اغترتك سلام من كل ما يؤذيك مني لكني سأنهشك حينما أغلق الباب فعهدنا يا سادة مفقود نعم مفقود مما جعل في أنفسنا أن لا نركز حتى على التحية لأننا جعلنا التحية ليست عهدا بل هي لأن الله أمر فلماذا أمر بالسلام عليكم لماذا أمر أن نقول السلام عليكم سلام ممن هل تسألت سلام من شري من داخلي من مكنوني سلام من كل ما يحيق بي من مكر سيئتي ثم ثم إذا ما أغلقت الباب عنك وذهبت بعيدا عنك وجلست مع أصدقائي أبدأ بنهشك وأكلك إذن أين العلة؟ أين العلة؟ هي النفوس كما أتمنى أن تصبح نفوسنا كورقة بيضاء جميلة متناغمة مع الحبر كما أتمنى أن تصبح نفوسنا كطائر يزهو في عنان السماء ينسجم مع الريح كما أتمنى أن تصبح تلك النفس كورق الشجر تتراقص مع الهواء وتعطي العهد للشجرة ألا تسقط إلا إذا أصبحت مسمومة لكن نحن للأسف نلقي العهود هنا وهنا لكن لأنها تربية لسان لا تربية قلب تربية لسان لا تربية عهد لهذا يا سيدي ويا سيدتي إذا أردتم أن تقولوا لأحد السلام عليك فعليك أن تكون كالملائكة الذين يقفون على باب الجنة سلام عليكم فليسلم منك وإلا أنت قد أسقطت وأوقعت وجعلت هذا الميثاق تحت قدمك فإياك أن تكون لم تقولون ما لا تفعلون